السؤال الأول في هذه الحلقة تقول السائلة الكريمة أعمل مهندسة معمارية عمل حر وخلال الفترة الانتقالية الماضية لدي شهادات عالية جدا أثبت جدارة ممتازة من فترة جاءني أحد المعارف وطلب مشروعا جديدا من نوعه أخذ مني الكثير من العمل والوقت في الوقت اتفقنا على مبلغ هذا الشخص لم يدفع لي من البداية أرسل له منذ فترة منذ عشرة أيام تقريبا بعض المخططات لبيان الرأي لأجد منه ردا أن هذا المشروع سيتوقف ولا نريده نحاسبك على 30 إلى 40% منه خلافي معه أنه لم يحسن تقدير النسبة لم يحسن تقدير النسبة درقم واحد أن تتمت المشروع عندي أصلا أنا كنت أنهيت المشروع بالفعل أخبرته فقال لا أريد فعل لأنه يعلم أن ما سلمت له هو ما يحتاج لدراسة مستفيدة وما تبقى هو الشيء اليسير تقول تذكرت الحديث أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه أما هذا الشخص أوقفني عن العمل ليبخسني حقي قبل أن يتسلم عملي كاملا وصاحب مكتب هندسي مدني يأخذ على مشاريع مبالغ طائلة ويعلم جيدا كم يكلف هذا العمل ما هو التصرف الأمثل لمرأة مثلي بمثل هذا المقام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله اللهم ملطف بها فيما جهد به مقاديرك يا رب نقول يا سيدتي هذه المشكلة مكرورة ومعادة في أماكن شتى ومردها إلى الخلل في صياغة العقود والتهاون في الاتفاق التفصين من البداية على كل شيء وتوثيق ذلك كتابيا وعدم التعويل على الذاكرة أو الاستغناء بالثقة المتبادلة عن التوثيق والكتابة ويا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه لقد شهدت يا بنيتي مثل هذه المواقف مرارا والضحية دائما هو العامل أو غالبا هو العامل الذي تكلف وبذل وقته وجهده ثم رد عليه عمله في وجهه وقيل له لا حاجة لنا إلى خدماتك ثم يترك بلا تعويض بالكلية أو بلا تعويض عادل وللأسف بعض المناطق الجغرافية بعينها في شرقنا المأزوم يشيع فيها مثل هذا الخلل تكثر فيها مثل هذه المظالم لا بليل يا سيدتي من التحكيم أو التصالح بأن يستدعى خبير أو جهة خبرة تعرض عليها الخصومة وتقضي فيها أو تقدم مشروع تصالح للطرفين يتنازل كل طرف فيه عن جزء من حقه استنقاذا لبقيته هذا هو الميسور والميسور لا يسقط بالمعسور وينتبه يا بنيتي إلى عدم تكرار مثل هذا الخطأ في المستقبل الحق أقول أن المجتمعات الغربية أحسنت صياغة العقود لما تذهب لتستأجر سيارة أو لتستأجر عقار شقة أو بيت يعطونك عقدا ما شاء الله خمسين صفحة ستين صفحة اهتموا فيه بالتفاصيل الدقيقة في الغالم ليس عندك وقت لقراءته أن تتوقع من الملل ثم عند الخصومة تجدهم قد أعدوا لكل نازلة عدتها ولكل مشكلة عدتها بما يجعل الأمر لصالحهم هكذا أيضا يبخص رجالنا في الشرق عندما يأتون لإجراء عقود في الغرب وفي الغالم يستهلكون أوقاتا في مجاملات وفي كذا ثم إذا جاء وقت التوقيع يوقعون على عقود طويلة جدا مفصلة جدا لا يمنكون الجهد ولا الوقت ولا الطاقة لقراءته بالتفصيل يوقعون عليها ويكون كل بند فيها قد رتب سلفا لمصلحة الطرف الذي قدم هذه الوثيقة وقدم هذا التعاقد ينتبه إلى عدم تقرار مثل هذا الخطأ مرة أخرى والله تعالى أعلى وأعلم